أهلا بكم من جديد أعلن الدكتور سيف الظهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمة والكوارث خلال الإحاطة الآلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بالجائحة على مستوى الدولة وكذلك التحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات على أن يتم التطبيق بدءا من بعد غد الأربعاء الموافقة 28 سبتمبر الحالي نعلم في إحاطتنا اليوم عن تخفيف عدد من القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19 على مستوى الدولة والتحديثات الحاصلة بها على شتى القطاعات وسيتم تطبيق كافة هذه الشروط ابتداء من يوم الأربعاء الموافقة 28 من شهر سبتمبر الجاري فيما يتعلق بنظام المرور الأخضر فنعلن أنه تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم فيما يتعلق بلبس الكمامات فنعلن بأن لبسها ما زال إلزامياً في المرافق الطبية والمساجد ودور العبادة ووسائل النقل العام فيما غير ذلك فلبس الكمامة يعد اختيارياً لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى السيدات والسادة فيما يتعلق باشترطات المساجد ودور العبادة نعلن عن تخفيف الإجراءات المتبعة بها حيث تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين مع ضرورة الالتزام بالصلاة على السجادة الشخصية حفاظاً على الصحة العامة هذا وننوه بإلزامية لبس الكمامة في المساجد ودور العبادة حفاظاً على صحة الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار المواطنين والمقيمين وذوي الهمم واصحاب الأمراض المزمنة السيدات والسادة بما يتعلق بنظام عزل المصابين فقد قرر القطاع الصحي تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام سواء كان العزل منزلياً أو مؤسسياً فيما يتحمل صاحب العمل مسؤولية العزل المؤسسي مثال على ذلك المدن العمالية